أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت لكم هو مدرب أصامي أصامي يعني الراجل بدأ من الزيره بدأ من أول سلمة ما عندوش وسائط راجل أهل نفسه عشان يوصل لهو وصله لعب في الأهل فترات بسيطة ولف على معظم أندية مصر والرجل اختار توقف فترة من الفترات علشان قالك لا أنا بجدال المستوى اللي أنا بفكر فيه كممكن يشتغل محامي كممكن يشتغل قاضي لأن دي المهنة بتاعته وإنما فكر قالك أنا بحب التدريب اشتغل فترة بسيطة وتوقف قالك لا ده النازم يعدي نفسي مين المدربين اللي أنا عادت أفكر فيهم عشان أشوفهم أن أنا عاوز دول القدوة بتاعتي أن أنا عاوز بقوم جزء منهم مش زيهم طبعاً مع تقدم السن وكلام له ممكن يبقى أحسن منهم لكن خد نموذج لي اللي هو ساكي الإيطالي وبالجريني اللي هو برضو الإيطالي وهو خلاص دخل فيه حد ما دخل بقى موجود ضمن المدربين المصريين اللي هم يتعدوا على الأصابع اللي هو بيلعب بنفس الأندية الكبيرة أهل وزمالك على مش هلوك بطولات لا بيعرف يقرأ الجيم كويس قوي ودي بش موجودة في مدربين كتير أبو حميد أخبارك إيه إزاكة بتنزح حضرتك الله خليك كله تمام أنا مبسوط أنت موجود معايا لأن أنا أنا متابعك وكننا عايزين نعمل حلقة دي من فترة بس كان لسه شوية كده قلت من تتنقل من سموحة لسيراميكا كان ده قلت لك خلي بقى يستقر بعد كده نحن نتكلم معاك أنت لعبت في النادي الأهلي طبع أنا هروع بعيد شوية كده بعيد عن النادي الأهلي أنت بدأت كرة فين لا أنا في النادي الأهلي أنا بدأت شغل في النادي الأهلي لا قبل النادي الأهلي مع صاحبه في المدرسة أو في الشارع كان لك فرقة؟ لا كنا هنا الساعات بالشارب بتلاقى بعض الكلام وبعد كده في المدرسة أنا مدرست كانت في المهانسين فأنا أصلا يعني في المانيل كنا بنروح نلعب وكان نادي الصد جنبينا برضو لا تقابقش كرة أتوجبت كتير كانت صعب أوكبت الكرة الشرب صعب؟ في إيلة يعني مش أي حد يلعبهم وبعدا يعني كنا بتفرج عليهم لكن لها تكنيك معين إحنا ما كناش بنعرف نعمل يعني كنش تاخد الكرة كده تضربة في الرصيف وتاخدها من أحب تالي دي سهلة لكن في ساعات بقى بيعملوا حاجات تانية صعبة هذه السبعات والثمانيات تتقلب عليهم على طور طبعا كان سنك كم سنة؟ كان بدأت كرة؟ يعني عشر سنين عشر سنين كده بدأت يعني أنزل وألعب في الشارع وانت بلاقي صعوبة وانت نازل من البيت عشان تلعب كرة في الشارع؟ آه طبعا بنعمل خطط عشان نحاول قولينا على خطة كده من خطط كده انت كنت تعمل عشان تلعب لا على طول بنازل نازل لتأشتري حاجة نازل أشتري حاجة بتطول طبعا تعد لعبت أربعة تيار بزبط لكن كان فيه واحد جرنة كان عيده في نادي الأهلي كان بيشوفني على طول أنا قبل النادي الأهلي بس بتكلم الفترة أولانية أنت كنت متفوق في دراستك؟ آه كنت كويس الحمد لله كان عندنا طبعا يعني والدي كان مهتم بالدراسة جدا وكان حاجة أساسية بالنسبة له وكانش ما فيه انك تلعب كرة؟ لا خالص يعني هو تفاجئ هو ما كانش يعرف هو تفاجئ ان انا يعني كانت الحجة بقى ربنا يديها طلط الأمر كانت يعني هي سندك؟ آه بتزقني شوية لأن كنت حاجة بحبها لكن هو كان التعليم كان مرة واحد وهو بصراحة يعني ربنا يديه طلط الأمر يعني ما بخالش عليها في التعليم بحاجة خلص يعني من دي وان في مدارس أحسن مدارس بخشها لغاية من كيجي وان لغاية لما تخرج من سنوية عامة مدارس أجنبيات عليم كويس عاوزك تبع أحسن منه بالزبط يعني ما فيش اب عاوز ابنه أحسن منه بالزبط وما كانش فيه دعلى ما انه أنا ابنه لحيد ما كانش فيه دعلى خالص كان فيه برضو فيه صرامة في التزام كلام ده ده أثر معي طبعا في التربية طيب وانت بتلعب كرة في الشارع أو في مركز الشباب أو في المدرسة أو في ايه كان معاك لعيب الكرة كويسة؟ اه جدا هل منهم ناس وصلت لعبة ملعبتش؟ لا انت بس هو أحمد سامي واحد بس هو أنا كده جات نصيبت هو توفير ربنا طبعا هو مكتوبة يعني لكن هي فيه ناس كتير جدا كنت باشوفها كويسة جدا مبتخدش فرصتها لا خلي بلا حضرتك برضو هي مش موضوع لعيب كرة هي موضوع جلد وإصرار نعم فيه لعيب الكرة كتير بس معندهش الجلد والإصرار إنها تواصل نعم بيتبطل بدري لكن وما بتروحش لأن الكرة يعني عشان تلعبها عايزة مجهود عايزة تمرين عايزة انتظام عايزة انتظام عايزة إصرار عايزة تستحمل لأن بتمر بحاجات كتير جدا في الكرة ممكن تخليك تبعد عنها انت مرد بالمراحل دي كلها نعم طبعا طيب من اللي شافك بقى وانت بتلعب في المدرسة وفي الشارع أو في المركز الشباب أو في أي حاجة وقالك أنا هواديك النادي الأهلي كان شعرك إيه ساعتها وانت بتفكر في المدرسة يجدت يعني كنت بقى لعب كتير في الشايفة يعني جرنا الله يرحموا بقى يعني كان عودوا في ندي الأهلي وقديم يعني فقال لي ابن صاحبي يعني اتغذى في ندي الأهلي ويشوفوك ايه مشكلة كان في فترة اختبارات فروحت ما كانش عادي يعرف من البيت تتغذى في ندي الأهلي عادي فانزلت عادي وكان الكابتر بريمح بصمت ايه ايه شفني أول اختبار كنت أخذ لبسك معك بقى اه شورته وفانيلا والجازمة وخلاص وبعدين كنت أخذوا في شنطة لو كنت تلابس ورايح بقى لا 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 وفي شنطة فالمهم نزلنا الاختبار ما عادش كتير ورح ما اختارني واداني معاه التاني هي المشكلة بقى في المعادة التانية كيف تروحوا؟ اه بالنسبة للبيت لما روحت بقى في البيت عندك قلت لهم ايه ولا ما اجيبش السيرة لا اجيب السيرة خالص خالص اه وبعدين جي الاختبار التاني اه رحت لوحدي ودخلت ونجحت بارته كان في بقى فيه تصفية في الاخر ايه تصفية الاخر دي بقى يعني كذا توقيت فانا ما روحتش خالص في الكذا توقيت اللي بعد كده اه لا اخر توقيت كابتن ابراهيم طبعا دور علي وجابني دور عليك ازاي اه يعني اعرف عنوانك اه شف حد يعرفني مش فيه متذكر بالظبط مصلي او اللي وصلك للنادي الاهلي من عضو القديم دوت اه ممكن اللي دجاء له اه فيعني روحت الاخر الاختبار ده حتى الاخر الاختبار كان الكابتن مصطفى يونس كان هو الماسك تحت 14 سنة اه فجاب واتفرج علي كان سنة كان حاجة وتمانين يا كابتن اه سبعة وتمانين ستة وتمانين نعم يعني في حدود دي يعني فجاب واتفرج علي واخدني معه في الفرقة بس طبعا انت عمرك ما لابت ملعب كبير فديكت مشكلة برضو كبير تلعب حماسي بقى في المدرسة اه بالزبط فاول ماتش هو كابتن كنت بلعب فكنت بلعب بقى نحة شمال وينجليفت اه فطبعا على طول وقفوا الوف سايد ما تعرفش بقى الاساسيات لا يعني صعب بقى التكنيك صعب وصغير جدا فالكابتن بقى هو اللي وظفني كابتن مصطفى ووظفني باكليفت ودي بقى تلخ من وينجليفت الباكليفت باكليفت شفت هنا بقى المدرب لما بقى العين بتاعته والعيب كورة بيفهم ازاي يوظف العين بالزبط اه وكانت يعني كورتي مش بطالة كويس يعني في حتى دي كنت مميز جدا حتى على مر الغاية كنت دفاعيا وعندك قوي وعندك السرعات طبعا يعني الحمد لله كانت دفاعيا كنت كويس وكان عندك السرعات والكروس كويس وابتدت تمشى بقى منتخبات وكلام ده طبعا بس قبل كده وكابتن مصطفى قعد السنة واحدة خدنا البطولة السنة دية كانت أول سنة لية وخدنا البطولة طب عندك الأسرة دلوقتي بخيش شعرف خالص ان انت بتلعب في الناد الأهلي لا أول بقى مروحت خدت بقى ترينج بتاعنا دي الأهلي اللبس بتاعنا دي الأهلي الشانطة دي طبعا خلاص صارت اعملوا معاك ايه؟ ما فيش حاجة كان طبعا في حتة بقى قابلني لو فلحت وانت بتلعب يعني برضو والدي يعني بحب الكورة حب الكورة جدا نعم مخيف على مستقبلك اه بالزبط كانت ساعتها بقى ما كانش فيه يعني حتة الكل الأهلي عايز أولادة يلعبوا كورة لكلهم عزون محمد صلاح بس فابتديت أهم حاجة ما أثرتش على الدراسة كنت ماشي بشكل كويس جدا تفوق في الدراسة اه كنت ماشي كويس هو لما لاك بقى ماشي في الدراسة والكورة كويس قالك لا خليه كامل اه بالزبط فعني مشيت في الدراسة بشكل كويس وما يعني ما وقعتش ولا سنان ماشي بغاية السنوات عامة بشكل كبير